اخر دراسة هكت نشرة عن دور الثقافة لمصر خليني مصر اتوقف الاول عند تعريف المثقف لانه برضو تعريف مراوغ وطول الوقت احنا اصد يعني سجالات تاريخية حوالين تعريف كلمة المثقف ده فعلى الاقل التعريف المصطلح اللي انت بتركن اليه والتعريف اللي انت بتعتمده بص بقى المصطلح المثقف ده مصطلح ظهر مع قضية درايفوس في التقليد الثقافي والسياسي الفرنسي ضبط اليهود الفرنسي المتهم بتجسس ومعات مرة اخرى المثقف في التقليد المصري مختلف يعني المثقف في التقليد الفرنساوي هو الذي يواجه كل منظومة المحرمات السياسية والاجتماعية والاخلاقية والدينية ان يعته نعم اتنين في التقليد المصري المثقف ظهر امتى ظهر مع حركة البعساس مع محمد علي واسمعين باشا صحيح ثم تتوّف ذلك مع المرحلة شب الليبرالية فيطلع لك في هذه المرحلة كل النجوم الساطعة التي اثرت في مصارات الفكر العربي واعادت النظر في كثير من الموروسات من خلال منهجيات جديدة ولغة اصطلاحية جديدة مختلفة تتوّف على حدود السيد طاحسين طاحسين عباس العقاد كل دولة وغيرين إلى الرواد يعني والهامشيين أيضاً كان بعضهم مهماً رغم عدم القاء الأضوائي عليه في التأريخ لمصارات الفكر المصري تم تعتبر الرفاع التهطاوي المثقف الأول يعني؟ نعم وقبل رفاع التهطاوي الشيخ خليفة المنياوي وده كان شيخ أزهري على المذهب الملكي وهو اللي وضع تقنين مدني على المذهب الملكي على النسق الفرنسي شوف بقى في الفترة دي لما يظهر شيخ معمم ولديه هذه النباهة وهذه القدرة على الاستعارة ونقل النسق الفرنسي في المذهب الملكي لكن كان اسماعين باشا قرر أن تبقى مصر قطعة من أوروبا ويغير الهندسات الاجتماعية والقانونية في مصر على النسق الفرنسي والحقيقة مش عن نسق الفرنسي ناس فاكرانه على فرنسي لا ده منولي اللي عمل القوانين بتاعة المحاكم الأجنبية قبل كده واللي احنا خدنا منها ده كان طلياني اسكندراني طلياني فرجع هذا المحام النابه إلى التقليد الإيطالي والفرنسي والبلجيكي طبعا ناس كتيرة ما تعرفش كده لكن أنا لا أنا عايز أقوله أنه المثقف في مصر وده ينبغي الجميع الآن في السلطة السياسية وغيرها المثقف في مصر يلعب دورين دوره الأول بناء الدولة الحديثة في مصر بعد حركة البعثات والتعليم المدني اتنين باني دولة مع فكرة مع جيش إبراهيم باشا برضه عشان الناس ما تشطش دي التجربة المصرية التاريخية فكان جزءا من بناء المؤسسات في مصر وفي ذات الوقت ناقدا لها ولممارساتها وللطبقة السياسية الحاكمة في المرحلة شبهة الليبرالية المثقف بالمعنى ده في تقديري هو الذي ينتج الثقافة العالمة المستوى الرفيع من الثقافة العالمة اتنين يضع مسافات بينه وبين السلطات المختلفة أيا كانت لأن مرمى هو الهدم ثم البناء هدم وتقويد الأبنية المتآكلة والآفلة من منظور تاريخي إلى بناء أبنية جديدة تواكب المتغيرات في عصره أيا كان هذا العصر هذا المستوى الرفيع من المثقفين نتكلم عن المسحة الشباب وبعدين فيه بقى معاني تانية سائلة وغائمة وسائدة في الوسط العربي لأنهم بعيدين عن التجربة المصرية وبعضهم بعيد عن التجربة العالمية في فرنسا على فكرة ما فيش صلاح المثقف في التقليد الأمريكي مثلا هو تقليد أوروبي عندما كانت أوروبا مركزا للحضارة والتنوير وللاستلهام من قبل النخب السياسية والنخب المثقفة التي نشئت وتكونت وفق هذا التقليد وبالاطلاع على الإنتاج المعرفي والسياسي والجمالي والموسيقي والتمثيلي نحن استعارنا مثلا تاني عرض في السينما في العالم للأخوين لوميار كان في فاس كان في اسكندرية وبعدين القاهرة شوف عندما يكون مجتمع منفتحا والفضاء العام السياسي منفتحا للجدل وللحوار يثمر ذلك كثيرا ويثمر ويثمر في تطوير المجتمع ودفعه للأمام اتنين يطفي شرعية على النظام السياسي ايا كان هذا النظام حرية التعبير جزء من شرعية النظم السياسية ديمقراطية حتى النظم التسلطية بتفتح يعني ايه بتفتح مجال يعني في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك فتح وانت تعارف طبعا فتح مجال حرية التعبير بس لأسباب أخرى لكنها لم تثمر لأني كان في استيجنسيون في جمود سياسي موجود ما فيش حراك في الطبقة السياسية نفس الأشخاص